اشتركوا في القناة الدول في أمريكا الجنوبية منعوا اللباس الفاضح منعوا الاختلاط وما تعرفوا الآن بأن فرنسا الآن تسعى وبعد المدارس أقدمت على تطبيق هذا القانون الداخلي ممنوع إدخال الهواتف وسمارتفون داخل الفصول ممنوع أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم أستغفرنا والغافور الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على من بعثه الله ورحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سليما كثيرا طبعا الكلام طويل المسؤولية للأسرة المسؤولية للتعليم والمؤسسة التعليمية ربما نرسلنا على أسلات الجنزة بقاتلنا غير تكبيرا للأخرة والتسليم بالنسبة للأمر الآخر الذي هو خطير جدا وهو الإعلام الإعلام وما أدرك من الإعلام النجوم والفنانين ترفعهم أما البرامج المفيدة التي يستفد منها الناس والناشئة والغيرة الغيرة على الدين الغيرة على العرض الغيرة على البلاد أصون عرضي بمالي لا أدنسه لا بارك الله بعد العرض في المال أصون عرضي بمالي لا أدنسه لا بارك الله بعد العرض في المال هذا المال لا قيمة له كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لكل أمة فتنة وفتنة أمة في المال وقلة المال هو قلة للسؤال كلما كثر مالك كثر سؤالك يوم القيامة بين يدي الله تبارك وتعالى فيما أنفقته فيما أنفقته وننتكلم باختصار على تقافتين خصنا نحيوهم فصمنا على تقافتين كنت طلبوا من الإخوة في المؤسسات كنت طلبوا من الإخوة الأئمة والخطباء لبسوا الواقع خطبوا خطب اللغة للمس المعاناة اليومية للناس نحن نسمعوه ونشاهدوه وجابوه حتى في أخبار هوراندا في هذه الفضائح لا تكلموها ولا تكلموش فيها أنا في من تكلم اليوم على هذه الآية من آيات الله 130 كم البارح في الساعة للريح وكذلك يسبر الريح وكذلك يسبر الريح فينا من تكلموهون وجواته الشرعية وما تسبر الريح ندر فيها أخطبا كاملة وننشي في حالي لكن لازالت بعض الأسر تستني بنار تلك المقاطع التي يشهدها العالم اليوم البنت قلسي في دارك وما أنت ماطيش ستخماجي قلسي الحمد لله تلك ما جاء بلك الله الرجل الخير وفهم يختار الله تبارك وتعالى وش اللي يجحك عليكم سيزوجكم ومش تسلف ولا لبس حواج إميتاسيون ولا مش كراسيارة ستقول يصافر سيعيشك في المدينة الفاضلة وش عبض الله النبي صاحب يقول إذا جاءكم إذا أتاكم من ترضون دينة وخلوقها اللي بغى البنتي يشيطق عليها عند بها مشيهية مشي تدير معها الأفس برك وتطلقها معها وتخرج معها هذا هو الدين خلينا الدين خصنا نركزو ونغرسو في الناشي أو في العجيل دينا تقافتين تقافة الأولى تقافة الحذر احضر عاقبة الليالي احضر عاقبة الدنوب والمعاصي احضر احضر هي التي يستعملها النبي صلى الله عليه وسلم ما في الأحد يدع له إياكم إياكم هذه هي تقافة الحذر إياكم والظن إياكم ومحقرة الدنوب وسهلة وهذه ليس شيء مع صيحة زعمة كبيرة هو لكي وزندبة هذه هي صغيرة يقول النبي صلى الله عليه وسلم إياكم ومحقرة الدنوب وضرب المثال وقال إذا جتمعنا على المرء أهلكناه أو كما قال عيسو السلام إياكم الدخول على النساء شعب الله العرس لا بد أن يكون فيه الاختلاط لا بد أن العرس يكون فيه الرقص المختلط ها؟ هي اللي كتصور نفسها بكل طوعيه كتصفت له وهو كيف يفضحها كتصفت للصاحبتها صاحبتها كتفضحها المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخليل والصاحب ساحب وهؤلاء مجرمون أنا كنقولها وأنا مخير فيهم يظهروا بالإسماء الحقيقية ديانهم هادي الناس كيف يفضحوا الأعراض ديان المسلمات غلطات أخطاءات استغلية الأنوة ديالها الضعف ديالها كتبت عليها انجرت ووضعت لها شباكا وقعت فيها لكن ما تفضحاش ما عندك شنت الرجولة ولكن كما قال الإمام الشافعي نعم يا هاتي كان حرم الرجال يا هاتي كان حرم الرجال وتابعا وتابعا طرق الفساد فأنت غير مكرمي من يزني إن الزنادين إن أقربته كان الوفى من أهل بيتك فاعلمي من يزني يزن به ولو بجداره إذا كنت يا هذا لبيبا ففهمي ففهمي من يزني في قوم بألف درهم ففي بيته يزن بربع الدرهم فينا هي الغيرة تقف التانية والنبي صلى الله عليه وسلم قل إياكم الدخول على النساء عندك تقول يا رأخ خوية وخيدخل على المراد يا هاتي خوية وخيدت تكون معايا ولد خوية ولد عمي مكينش إياكم حديث عقبة بن العامر في الصحيح إياكم الدخول على النساء قال يا رصدى أرأيت الحمو قال الحمو الموت قال الإمام النووي في شرحي على صحيح المسلم الحمو هو قارب الزوج أي أخ الزوج أو ابن أخيه أو ابن عمه ما يدخلش تتكنتا وحديث بن عباس صحيح لا يخلونا رجل بمرأة إلا مع ذي محرم هذا ما يخلونا مع ذي محرم ساكننا في مستريخت وكتبشي الخرونينجل ما تتعرفش في خرونينجل ساكننا في خرونينجل تمشي له أخفين وهكذا دوليك علاما دعم إحنا جينا منين منين جينا إحنا دعم ما فاهمينج ما عارفينش من قلوبه علينا القفاء خلونا إنسان يعرف الواقع دياله والثقفة الثانية اللي خلونا نغرسوها في نفسنا وفي وريداتنا هي مراقبة الله سبحانه وتعالى وأن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء يعلم خائنة العيون وما توقف الصدور لو كانت عندنا هذه الخشياء ومراقبة الله عز وجل ونعتقد نعتقد بأن النهاية ديال الحياة ديالي هي الموت وأنني ما عنديش واحد أفسبرك وواحد المعاد متى ينزل بأجالي إيوا ينزل بك الأجال ديالك وأنت تسعى في إشاعات فحشة بين الناس واسمع نختم لك هذه الآية هذه والله يجعل شبارك وإن في ذلك الذي يرى لمن كان له قلب أو ألقى السمعة وهو شهيد إن الذين يحبون سمع شنا يا يحبون والمحبة هي إرادة القلب والقلب إذا أحب شيئا أظهرها تسمع إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة غير تيحبوا ليس هم الذين شعرواها غير تيبغيوها بس ثم يتفرجوا فيها وتعجبهم تقولوا نحن ما درناش ونحن أخوية وما غير نشترها ولكنهم يحبوا هذا العمل إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين أمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون أنتم لا تعلمون عاقبة فعلكم هذا وما يترتب عليه من أضرار ووعيد شديد إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة يعني يحبون إشاعتها من غير أن تكون مقرونة لا بقول ولا بفعل فكيف إذا قرنت بقول وفعل كحالي هذا الزمان إلا من رحم الله جل وعلا والله يسترنى بستره الجميل وسائل التواصل التواصل الاجتماعي جميلة لو استغلت في طاعة إلا وفي مرضى الله عز وجل الله يجازكم بخير والخطاب ليوليكم عندك تحبك وشنة عمارة صافي نحن في عالم الملائكة لنولكم رقب وليدتنا تقزة إذا ما عندنا من نديروا بها الهواتف الدكية إياك شوف رائع الولد راد كي هراد تشوف ولكن تغرس فيه الخوف الله عز وجل علاش يخافون ربهم من فوقهم لا يخفى عليه سبحانه وتعالى السر والعلن عنده سواسية كما قال الشاعر وإذا ما خلوت يوما بريبة والنفس داعية إلى العصيان والنفس داعية إلى العصيان فاستحي من نظر الإله وقل لها إن الذي خلق الظلام يراني ما يخلق الظلام الله سبحانه وتعالى أقول لا أنا يتفض ما تبقى تشوفوني ما نشوفكم ولكن الله الذي خلق الظلام يراك في جلح الليل يسمع دبيب النملة السوداء على صفات صماء في ليلة ظلماء سبحانه سبحانه فراقبوه واعلموا أن الملائكة تحصي عليكم أعمالكم واتقوا الله وهذا الشباب هذول يتوبوا الله ويحاولوا يحيذوا هذا المقاطع رأي وصمات عار عليكم أولا أنتم وكيف تلقوا ربكم جل وعلا وهذه البلنات يتوبوا يتوبوا تنتقل مدى ببلغة المغربية يتوبوا الله عز وجل يعني يتوبنا إلى الله عز وجل ويرجعنا إلى الله تبارك وتعالى والتي وقعت في هذا شي تحاول تستر وهذا باب آخر إشاء الله ربما تكون فيه جمعة أخرى المجارب المعصية وكيف يرفع الله تعالى العافية عن عبده في الدنيا وفي الآخرة سأل الله السلامتها والعافية اللهم احفظنا بحفظك و Minazu برعايتك اللهم استر علينا أعراضنا اللهم احفظ علينا اللهم احفظ علينا نساءنا يا رب العالمين اللهم احفظ علينا نساء أعراض بناتنا وأمهاتنا وأخواتنا والمسلمات في كل مكان يا رب العالمين اللهم اجعلنا مفاتيحا للخير مغرقا للشر اللهم اجعلنا من الأمرين بالمعروف ونهينا عن المنكر اللهم احفظنا بحفظك وكلئنا برعايتك اللهم استرنا بسترك يا ستير اللهم إنا نسألك العفو والعافية اللهم إنا نسألك العفو والعافية اللهم إنا نسألك العفو والعافية ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذب النار اللهم رب الناس مذهب الباس اشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك اللهم اشفي مرضانا ومرضى المسلمين شفاء لا يغادر سقما اللهم عجل بشفائهم كانوا معنا أو في المستشفى أو في البيت فاللهم اشفي معافيهم اللهم اشفي زوجة أخينا عبد المجيد اللهم اشفي شفاء عاجلا يا رب العالمين واشفي أخانا شعيب البارودي اللهم اشفي شفاء لا يغادر سقما اللهم اشفي شفائه اللهم اجمع لهم بين العافية اللهم اشفي كل مريض ذكرا كان أو أنثى صغيرا أو كبيرا عرفناه أمنا من عرفه فاللهم اشفيهم يا رب العالمين اللهم اشفيهم وعافهم اللهم يا رب العالمين نسألك يا رب العالمين العافية ودوام العافية أن نسألك العافية ودوام العافية والشكر على العافية واختم لنا بالحب